وإنظام إلينا بواشرة من بغداد المحلل السياسي رحمن الجبوري سيد رحمن أهلا بك إلى نشرتنا هذه دعنا نبدأ من ظاهرة العنف والعنف المضاد التي بدأت تبرز في هذا الظرف الحساس في البلد كيف تنظر لتنامي هذه الظاهرة ما هي أسبابها برأيك أستاذ محمد بالنسبة للعنف والعنف المضاد شيء طبيعي أنا أراه في فترة هناك صراع بين تيار يموت وعراق يولد والتيار الذي ينازع أنفاسها الأخيرة يلجأ إلى العنف لتبرير وجوده ومحاولة الإمساك بمستقبل البلد هذا العنف أصبح وسيلة من وسائل السلطة ومن وسائل النظام السياسي الذي بدأ يندحر تحت إرادة العراقيين لإخافة النظام الجديد وإخافة شباب العراق من بدء بشيء يحلموا به وهما إرادتهم بأن نريد وطن فهذا الوطن الجديد هو مخيف تماما للكتل السياسية ومخيف لدول كثيرة من دول الجوار العراقي لأن هذا العراق يختلف عن العراق الذين تلعبوا بأوراقه وتلعبوا بالنظام السياسي وتلعبوا حتى في إدارة موارده الاقتصادية والبشرية طبعا هذه الأشياء كلها تولد نوع من الضغط على الساحات هذا الضغط اللي يتولد على الساحات الآن هو عملية الدفاعات اللحظات الأخيرة اللي أخافت الناس طبعا وخافت المجتمع الدولي من العراقيين الجدد العراق سيولد بإرادة غير إرادتهم لذلك لجأت كثير من القوات إلى العنف لتغطية أو لقتل هذا العراق القادم لكن هل هناك مخاوف من انفلات هذا العنف خاصة في بلد تاريخه يشهد عمليات سحل من الملك عبدالإله إلى عمليات إعدام مقابر جماعية استعمال السلاح الكيماوي وما إلى ذلك يعني هناك خزين من هذه القسوة موجودة في هذا البلد هل هناك مخاوف من أن ينفلت هذا العنف مع استمرار تلك السياسيين في الوصول إلى قوانين تقنع هذا الشارع الغاضب أستاذ محمد بالنسبة للخوف طبعا موجود خوف لدى الشعب موجود خوف لدى المتظاهرين أنه السلطة نفسها تريد أن توصل إلى هذا العنف لإنهاء طبعا في بلد مثل العراق معروف النهايات لكن هذا التلاعب بالخريطة السياسية والتلاعب في أنه أو الإسراع في إنهاء الخطوات التي طالب بها الجمهور المتظاهرين والجمهور العراق الجديد هو أداة من أدوات رفع هذا العنف وهذا التخوف على الكتل السياسية الآن وعلى الحكومة أن تسارع بخطوات في عقد أن تسرع في وضع الخارطة الصحيحة للبلد استقالة رئيس الوزراء تسمية رئيس الوزراء الجديد القوانين النظم السياسية يجب أن تتبدلوا بأسرع وقته خاطر يرجع المتظاهرين إلى بيوتهم ويبدأوا بالشروع في بناء العراق الجديد طبعا هذه القصة غير مرغوبة في الكتل السياسية غير مرغوبة بالحكومة غير مرغوبة لدول الجوار لذلك الإبطاء في عملية الانتقال من نظام سياسي إلى نظام سياسي آخر هو جزء من أدوات السلطة لإدامة العنف لأنها الطريق الوحيد الذي يبقى لبقاءها الآن هو العنف يعني هذه آخر ورقة لها لكن أعتقد الشباب في الساحات واعين لهذه القصة وإن حدثت حادث هنا وحادث هناك فهي ليس الصورة الكبرى هي صورة صغيرة ضمن الصورة الكبرى نعم سيد رحمن الجماعات المتضررة من هذه الاحتجاجات المتضررة من مطالب المتظاهرين جربت الخيار الأمني بالبداية لتفريق هذه التظاهرات وإنهائها يبدو أن هذا الخيار لم ينجح بسبب الضغط الداخلي ربما والضغط الدولي أيضا هل تعتقد أن التكتيك الجديد أو الصيغة الجديدة لمواجهة المتظاهرين تتمثل الآن بعمليات الاغتيالات التي زادت في الفترة الأخيرة لنشطاء عمليات الخطف عمليات التغييب القسري هل هذا هو التكتيك الأمني الجديد محمد هناك تكتيك واضح أنه نقل معركة القناصة من وحدات متمركزة لقتل شباب موجودين إلى عملية انتقاء للأهداف انتقاء للأهداف الفعالة والحيوية بالمتظاهرين انتقاء لقيادات من الشباب خلال فترات رجوحهم إلى بيوتهم أو خلال خروجهم ودخولهم إلى الساحة هذه هي طبعا تكتيك جديد لأخافة كل الناشطين والقيادات أن تذهب إلى الساحة أو تخرج من الساحة كأنه تكتيك القناصة أو الطرف الثالث أصبح الآن تكتيك توسيع مدى القتل خافة الجمهور خارج الساحات بالساحات غير خائفين من هذه القصة فعليهم أن يخيفوا البيوت يخيفوا حارات العراقية أن يخيفوا الشارع العراقي خارج مكان التظاهر طبعا الساحة لهم والسلاح ليس من فلتن والسلاح ليس بيد الدولة بالحقيقة هي الدولة أفلتت السلاح لهذه المجاميع وربما أعطت الضوء الأخضر لعمليات القتل بعدم تحركها وحماية المتظاهرين وحماية الناس القتل بدأ يتوزع على الحارات العراقية بدلا أن يركز في ساحة التحرير أو في الساحات الأخرى في المحافظات عملية القتل هذه ممنهجة ومنظمة ومهيئة لها القتل أصبح يعني هنا هو يطرح السؤال على الهوية وعلى الفعالية انتقل من القتل على الهوية إلى القتل الضد النوعي من المتظاهرين الآن اللي خارج يريد وطن ويريد نظام سياسي جديد يختفي فيها القتل وتختفي فيه كل الميليشيات والأسلحة التي سربت إلى هؤلاء يعني هي هذه النقطة تحديدا رحمن ربما تتسبب في انفلات العنف والبدأ بعنف مضاد اتجاه هذه الأعمال التي تستهدف نشطاء مدنيين يعود إلى بيته من ساحة التظاهر في مكان أباح له الدستور أن يعبر عن رأيه يعود ليرتاح في بيته وإذا دراجة نارية يرتديها ملثمون أو غير ملثمين أعيانا ويمارسون القتل ألا تعتقد أن هذه الظاهرة ربما ستؤدي إلى عنف مضاد إلى انفلات العنف ربما تؤدي إلى مجاميع معينة بين المتظاهرين من يريد أن يرد العنف بالعنف لكن لحتها اللحظة هذه المجاميع الرئيسية الساحات الرئيسية هي رافضة للعنف لأننا لا ننتصر بالعنف ولا ننتصر بالعنف الانتصار الوحيد يأتي عن طريق السلمية الانتصار الوحيد يأتي عن طريق رغبة الشعب في نظام سياسي جديد عملية العنف نحن المتظاهرين أو نحن من يعتقد أنه طريقنا للدولة جديدة نرفض هذا العنف نرفض أن نفرض أهدافنا بالعنف لأننا نؤمن بعمل ديمقراطي نريد أن نلتحق فيه بالمجتمع الدولي ولا نريد أن نلتحق فيه في الدكتاتوريات وعملية القتل الدم عراقي سواء كان من الطرفين وعلينا أن نحافظ على هذا الدم العراقي لأنه طريقنا للانتصار وطريقنا لبناء وطن غير هذا الوطن اللي ملؤوه بالعنف والقتل ودخان من بغداد المحلل السياسي رحمن الجبوري شكرا جزيلا لك